مرحبا مواليد برش الميزان معكم كارمي شماس كيف وديكون الأسبوع من الثانية 18 للأحد 24 كنون الثاني يناير هذا أسبوع يحمل تطورات كتير كبيرة من سبيلها لكم لأنه رح نخلص من الشمس الموجودة ببرش الشدي رح تنتقل لبرش الدلو وذلك يوم الثالثة المساء ترتاحوا وتنضم الشمس لسحل وتنضم أيضا للمشتري وبيصير فيه نوع من مؤامرة كوكبية خلينا نقول معكم لا تساعدكم نحن أيضا بهذا الأسبوع ندخل بالجزء الثاني من شهر كنون الثاني يناير جانفي وبالتالي لازم تشوفوا فيديو برش الميزان لشهر كنون الثاني يناير ضروري تشوفوا شوفوا عندنا بهذا الأسبوع الثاني والثالثة فيه عندنا تقل عند موليد وش ألميزان فيه عندنا انزعاج أو شعور بالانزعاج بتحسوا وكأنه فيه فعلا فيه مؤامرة عم تنشغل ضدكن ويمكن يكون فيه ضغط عندكم بالبيت المشكلة اللي بيصير بالبيت أو مع الأحبة معقول يودي إلى انفصال إلى زعل إلى طلاق يلي ما بيطول بيله خاصة العلاقة اللي فعلا 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 واصلة لحده إنه ما بقت حمل العلاقات التانية بيمشي حالة لكن بتكون تحطوا من عندكم أنتو أنتو اللي بتكون تعتذروا يمكن مش بس عاطفيا فيها تكون أيضا مهنيا يلي شغله أنجأ أو مهدد أو واقف على الحفة بدو ينتبه يلي حياته عادية ما عندو لا طلعته لا نزلت هالفترة تمروا هذه الفترة بشكل جيد لكن احتمال يكون في بعض الانفعالات فكونوا حذرين الأربعة كمان الأمر موجود بموقع معاكس لألكون لكن قد يحمل تسوية أو قد يحمل لقاء تعارف أو مصالحة مع أنه في معاكسة من الأمر لكن في احتمال أنه الأمور يبرم الدوليب لصالحكم فكونوا جاهزين يلي عندو موعد يوم الأربعة رح بيحس أنه عندو طاقة كتير كبيرة مستعدين يتحركوا عندهم قوة عندهم إرادة عندهم همي وعندهم عزيمة قوية ترى في احتمال أنه يمشي الحال معكن ويمكن ترتبطوا تخدوا العقد البدكونية لكن كونوا فليكسبل مارينين الأربعة الساعة تسعة المساء توقيت بيروت يعني سبعة المساء توقيت العالمي بيترك الأمر برش الحمل بيروح لبرش الثور وبيبقى من برش الثور حتى السبت سع عشر إلى ربع صباحا فترة وجود الأمر في برش الثور تحمل لألكم نوع من رمزية لحتى تشتغلوا على كل ما بقى من رواسب فترة وجود الأمر برش الحمل إن كان فيه اتصال لازم ينعمل حسين جوات قلبكم جواتكم أنه لا ضميركم عم بيأنمكم لازم تتصلوا لازم تعتزروا لازم تصلحوا للقصة لازم تروحوا تجيبوا الشغلة الفلانية لازم تفتحوا اللابتوب تفتحوا الإيميليات تروحوا على سبام في شيء وكأنه عم بينخر ورازكم عملكون في شيء ناقص فهاليومين فترة وجود الأمر ببرش الثور اللي هنا تقريباً 48-49 ساعة بتطلب منكم إنكم تروحوا على هالتفاصيل هاي اللي أنتوا كنتوا نسينا وتشتغلوا عليها بتكون تقووا قلبكم شوي وإنتوا مدعومين من الحظ فما تخافوا من شيء السبت الساعة عشرة إلى ربع صباحاً بيروح الأمر لابرش الشوساء وبتدخلوا بأجمل فترة من أول السنة لهلأ وبتستمر كل السبت وكل يوم الأحد أجمل فترة أقوى فترة فيها حظ فيها حب فيها تفاهم فيها انسجام على كل الأصعدي ما بتفرق أنتوا ادعوا ملكون ما بتفرق شو بتعملوا الجو رائع جداً ومن أجمل الفترات وأكثر الفترات حظاً يعني نيالكن موالي برش الميزين هذه هي الفترة الأقوى والأكثر حظاً إذا بتقدروا تخلوا كل شغلكم الصعب لهالفترة مصالحاتكم لهالفترة تعملوا عين العلم كلكم رح بتكونوا محظوظين بهالأسبوع تحديداً السبت والأحد وبشكل خاص موالي 26 أيلول سبتمبر لتنين أكتوبر تشرين الأول هي الأكثر حظاً بدي أتمنى لكم موالي برش الميزين أسبوع كتير حلو ما تنسوا تشوفوا برشكم لشهر كينون تاني يناير شانفيه ومنتابع أيضاً مزيد من التفاصيل يومياً بالأبراج اليومية شكراً لألكم باي باي